السلام عليكم يقول السائل هل الكفارة التي يصيام شهرين متتابعين يلزم أن تكون ستين يوماً أم بحسب الشهر أي أن الشهر إذا جاء ثماء تسع وعشرين صمت تسع وعشرين أقول بالله التوفيق الكفارة تكون صيام شهرين متتابعين للمظاهر من امرأته للمجامع في رمضان في نهار رمضان كذلك لقاتل الخطأ الذي لم يجد الدية وفي كل هذه الأحوال بناء على رؤية الهلال فإذا كان الشهر تسع وعشرين الشهران سمان وخمسين فصم السمان والخمسين والله أعلم أعني بحسب رؤية الهلال وبالله تعالى التوفيق والله أعلم